السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في حسن حال بينما تتجل أنظر حاليا إلى حال يطلق سامسونج غالكسي إيس إثناني وعشرون والذي يفصلون عنه أقل من أسبوع من الآن الشيء الذي يغضى على باقي الأجهزة المتوسطة التي من المنتظر الإعلان عنها قريبة من سامسونج ومن بينها سامسونج غالكسي إي ثلاثة وخمسون خليفة إي إثناني وخمسون والذي يعتبر من بين الأفضل في عصره في فياته السعرية وفي هذا الفيديو سأتعرف على أهم الفروقات بين الاثنين وهل سيكون غالكسي إي ثلاثة وخمسون قادرا على تحقيق نفس ما حققه سلافه أم أنه سيفشل في ذلك ولكن قبل ذلك وجب التذكير باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر السنبيهات وعلى بركة الله نبدأ الفيديو من نسبة للتصميم فحقيقة لم نعد نفرق بين هواتف سلات إي من سامسونج لكونها تأتي بنفس التصميم بدءا من أقل النسخة إلى أعلى طراز والأسف ستستمر سامسونج في استخدام البلاستيك على الإطار والظهر ومن المتوقع أن تظل الإبعاد مماتل للتيكلا موجودة في A52 يبدو غالكسي اي ثلاثة وخمسون مشابه لسلافه من العام الماضي من حيث الشكل وبعض المواصفات كذلك ولكن مع وجود تغيير جدري سنتعرف عليه بعد قليل يمكنك مع هاتف غالكسي اي ثلاثة وخمسون الحصول على شاشة أموليد بدقة Full HD Plus مقال 6.5 بوصة مع نفس معدل تحديد البالغ بوعي شرون هرتز وفتحة تقم مركزية لكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل أما الوجهة الخلفية فلازلت تحتوي على إعداد رباعي للكاميرات مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة للزوية الواسعة بدقة 12 ميجابيكسل وعدستين كل منهما بدقة 5 ميجابيكسل للاقطات المغروب وبيانات العمق يتمتل اختلاف الطفيف الواحد في التصميم في أن زيرة الكاميرات في الطراز الجديد ستأتي بزوايا منحانية أكثر مقارنة بالمظهر التربيع الحاد في الإصدار السابق سيكون الاختلاف الأكثر بروزا بين الهاتفين موجودا تحت الغيطاء حيث تشير الشائعات إلى أن غالكسي اي 53 سيشتغل بوساة معالج من سامسونج نفسها والذي كان مخصصا لأجهزة الفلاكشيب العام الماضي الحقيقة هنا عن إكزينوس 1200 لكن إلى الآن لا شيء مؤكد من الشركة وفي نظري إن حاجة وقامت سامسونج بهذه الخطوة وأعلنت عن غالكسي اي 53 بسعر أقل من 500 دولار فسيكون بين أفضل هواتف لهذه السنة وعلى كل حال دعونا للسابق الأحداث فلا يزال هناك القليل من الوقت حتى الإعلان الرسمي عن الهاتف أما بخصوص الرام سيأتي الهاتف مزودا بذكرات الوصول عشوى رام بسعة 6 أو 8 ييجابايت بينما ستبدأ مساحة تخزين من 28 ييجابايت لأقل نسخة وتظل الإمكانية توسيع هذه الساعة متاحة عبر فتحة مايكرو اس دي فيما يتعلق بالبطارية ما المتوقع أن يتم تزويد الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميلا أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات والذي صار يسبب للإحباط في كل مرة وكما سبق وأشرت أن المتوقع إطلاق الإصدار الأساسي من الهاتف 6 على 128 جيجابايت في أوروبا بسعر 460 يورو فما رأيك عزيز المشاهد بهذه المواصفات وما تعليقك على هذا السعر وإن كانت لديك تساؤلات آراء أو اقتراحات فكالعادة مرحبا بك في التعليقات كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم أتمنى أنكم استفدتم واستمتاجهم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته